اكتر حاجة رجائي جيدة انا عف على ان كنتي كل حاجة بالنسبة لها. بسgehyr اكتر حاجة بتحس دايما انت كنتها. كنت بتميزك عن اي حدٍ تاني. ات وأقلني انت مش عاية اقول كده ماينفعش اقول عن نفسي بس. كنت تشوفك طيبة جيد. اه كنت بتقولين طيبة قوي مش عايزكي تبقي كده مش عايزكي تبقي كده مش عايزة تتيبة دي。 عايزكي تتحبي نفسي كده وتجمدي. انتي انتي آآ انتي ستة قوية مش عارفة انتو تحكموا بقى عليك انا طبعا انتي وقفت آآ ميت راجل وقت اللي حصل ده طبعا وده مش غريب على بنت رجائج جداوي وكنت قد ايه كنتي محترمة في العزة وآآ او في يوم الدفنة انا شفت على على السوشيل ميديا كنتي آآ ليه بقول محترمة لانك كنتي رفضة ان في بقى في عياط او سويت او الحاجات دي كلها انا هي ما كانتش بتحب الحاجات دي كلها انت حقيقة وكان الظرف صعب جدا ومشيتي المشوار كله كملتي لغاية الاخر بمنتقه وانتي يعني وانتي وقفة آآ يا اميرة وانتي كنتي اعتقد كنتي يعني بتقعي يعني انتي وقتها آآ ويمكن انتي ما حستيش بكل ده غير بعد اما ده عدى يعني اكيد ده انا بتقعيت في تقولي انا ازاي وقفت الوقفة دي وازاي عملت كده بوسي ايجي انا لما هي كانت بتروح التصوير جالي جالي بانيكتاك حقيقي واضطرت هي تكلم دكتور عبدالناصر عمر يا ديني ادوية لاني كنت خايفة جدا ومرعوبة عليها لان هي حياتي انا حياتي عبارة عن هي وبنتي هما عمر كله هما كل حاجة في حياتي قصد كما راحت لابت النسيان المسلسل الاخير اللي انا حباة قوي ونجح وهي كانت بتقول يا رب ما يقفش التصوير عشان حل واوي ويكمل واللي مكتوب هيكون فهي كانت ماشية مع الموضوع بلطافة يعني حباة ما كانتش خايفة من وجود الكورونا وكانت برضو بتنزل وبتعمل وانا عارفة ان مادام رجاء كتواخدة كل البريكاشيز يعني كتكل البريكاشيز بتاعتها كل الحاجات الاحترازية كتنخليها بالها جدا وباتطهر كل حاجة كترمية تكلها على الله وبتنزل شغل وهي بتقدس الشغل فكان لازم تنزل وكانت حباة دور قوي جديد عليها جدا فكانت حباة قوي 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 حبا الكاست حبا كل حاجة كانت حبا تامر حبيب كتابة تامر حبيب كتابة تامر حبيب طبعا تقول له لأ يعني هاي طبعا ومع دينا الشربية حبت دينا قوي 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 يعني كان الجو حلو قوي في البلاتو ولكن انا كنت مرعوبة كان دايما عندي فزع فانا الفزع بدأ من قبل التلاتة واربعين يوم وجالي لمها تعبت انا تعبت قوي 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 لو انت بتكلمي على وجهة نظري انا من الموضوع تعبت قوي قوي معنى قوي يعني التلاتة واربعين يوم يوم ما قالوا لي انها ماتت كان شوك لمدة وبعدين كان لازم واحدة تانية بقى اللي توقف مش هينفع بقى مش هينفع مهما فيش لازم لازم الظروف الظروف لازم اقف لازم ابقى قوية آآ سفرت آآ رحت آآ كنت حب اني اشوفها شفتيها آآ الدكتور قال لي ممكن وبعدين آآ يعني قالوا لي بقى لا ما فيش داعي ما شفتيهاش خالص لا يعني انت شفتيهاش غير على التليفون اسناء مكالمتكم افري داي حتى وهي على الفنتليتر آآ شفتها نايمة زي انا كنت بقول سليبنج بيوتي نايمة وكنت مرعوبة بقى ينجي اللي جاي ايه لان الدكتور بيقول لي كان ممكن نفضل كده شوية فكنت مش عارفة بقى هنقعد كده كتير هنقعد كده كم شهر هنقعد كده كم سنة هنقعد كده ايه اميرا كدت زهقانة وقت العزل كدت زهقانة كدت بتسلي نفسها ازاي السورة اللي نزلت وهي في السرير وجنبيها الدكتور هي كدت بتقرأ القرآن وهي ما كانتش سايبة القرآن خالص لان هي مادام رجاء على فكرة كانت يعني مع ربنا طول الوقت يعني مش اه طبعا كان دايما شكوتها لربنا مش لحد يعني بقى عندنا مشاكل كتير تعد فسط صحابها اه هي تحس انها جاية من اه اه فهمها دنيا تانية دنيا سعيدة مفيش مشاكل فحتى انا قلت لها قلت لهمش اللي يا مامي كانت تقولي لا 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 حبيبتي انا هاعد فقوطي عارفة هقول ايه وهامل ايه تعد بقى تصلي وتتكلم مع ربنا اه مادام رجاء في مرحلة العزل اما كانت موجودة هناك لما كنت لسه بتقولي اميرا ان هي وقتها اه مكتش عايزكي تيجي خالص وما كانوا عايزينك تمضي على البلازما اه كترفضة خالص خالص ان انت تروحي خوفا عليكي هي قعدت لوحدها الفترة الاخيرة ما كانتش عايزة اي حد يجي لها خايفة على اي حد يجي زورها هو عموما ممنوع 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 مستشفى عزل محدش بيدخلها خالص اه يمكن بس انت كبنتها كان ممكن برضو بصي بكل الطرق رفضوا تماما انا كنت عملها مفاجأة طبعا مكتش تبقى صارة اوي كنتش تبقى صارة بس يعني كنت حتتردك كان انا نفسي احطنها فكنت انا اللي بحتاجالها فكنت بشوفها كل يوم مرتين ثلاثة بنتكلم كان بتعمل ايه يعني طول وقت ما هي قعدة هناك وهي كتعبانة وفي الفترات الاخيرة كتعبانة عايزة في فترة الاخيرة فعلا تحطط على جهاز تنفس بصي ما كانتش تعبانة بالمفهوم اللي احنا عارفينه ان هي متقلمة لا هو كان حصل ان بدأ يبقى التنفس ضعيف شوية فبدأ يبقى فيه نهجان لو المسك مش ملبوس شورت نفس قصير نفس قصير فيعني كانت مسلا تقولي صباح الخير حابق كده فبس كاب تتكلم عشان تكلمي انا وراودا انا وراودا كنا بنبقى معها بالساعات بمعنى كلمة بالساعات الدكتور دا كان الدكتور يقولي خلاص بقى هتنام سبوع هتنام كده كانوا الدكتور هناك اهلها عيلتها فضلهم على امي وعليا عمري ما هنساه مش هنسى اسميهم ابدا طعم التمريد لغاية لما اموت الناس دي على راسي لان اللي عملوه الامي كان كتير اميرة هي نزة تصورت مسلسل انتوا قدرتوا تعرفوا هي جلها من ايه الكورونا ولا معرفتوش لغاية اخر دقيقة اه عايزة اعرف اه لما انت عرفت ان هي جلها كورونا وهي بزد انا عايزة اعرف ازاي جلها كورونا وهي كانت مخلية بالها جدا جدا قدر قدر يا انشي قدر ام بسي يعني مهما خليتي بالك يعني احنا عايزين بردو نادي نصيحة لكل المستمعين دلوقت ان بيرون في ويف تو دخل علينا فربنا يستر فانقول لهم خلوا بالكو لا لازم نخلي بالنا طبعا لازم نخلي بالنا بس هي بحكم شغلها كان لازم تقلع الماسك فما تقدريش بقى تقولي يعني خلاص نصيب عارفة معادها مع ربنا معادها مع ربنا وانا واحدة من الناس بقول ان الكورونا نازلة بلستة هتاخد فلان وفلان 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 وتطلع ولازم نبقى راضين زي ما هي قالتلي قالتلي اردي 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 اردي